بسم الله الرحمن الرحيم أقوال حول جهاد النفس عن الله تعالى وأهل البيت عليهم السلام قال الله تعالى في سورة التحريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وقال تعالى في سورة العنكبوت ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وقال تعالى في سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى في سورة الفرقان فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً واروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد واروي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام جهاد المرأة حسن التبع واروي عن الإمام الحسين عليه السلام الجهاد على أربعة أوجه فجهادان فرض وجهاد سنة لا يقام إلا مع فرض وجهاد سنة فأما أحد الفرضين فجهاد الرجل نفسه فصل جديد الحظ على جهاد نفسه روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله المجاهد من جاهد نفسه في الله واروي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام جهاد النفس مهر الجنة وعنه عليه السلام جهاد الهوى ثمن الجنة وعنه عليه السلام أول ما تنكرون من الجهاد جهاد أنفسكم آخر ما تفقدون مجاهدة أهوائكم وطاعة أولي الأمر منكم وعنه عليه السلام أن المجاهد نفسه على طاعة الله وعن معاصيه عند الله سبحانه بمنزلة بر شهيد وعنه عليه السلام وعنه عليه السلام مجاهدة النفسي شيمة نبلاء وعنه عليه السلام أني مستوف رزقي ومجاهد نفسي وعنه عليه السلام ينبغي للعاقل ألا يخلو في كل حالة عن طاعة ربه ومجاهدة نفسه وعنه عليه السلام وقدم توبتك تفز بطاعة ربك وعنه عليه السلام رد عن نفسك عند الشهوات وأقمها على كتاب الله عند الشبهات وعنه عليه السلام جهاد النفس بالعلم عنوان العقل وعنه عليه السلام حاربوا هذه القلوب فإنها سريعة العثار وروي عن الإمام الباقر عليه السلام إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواها فمرة يقيم أوادها ويخالف هواها في محبة الله ومرة تسرعه نفسه فيتبع هواها فينعشه الله فينتعش ويقيل الله عثرته فيتذكر وروي عن الإمام الكاظم عليه السلام جاهد نفسك لتردها عن هواها فإنه واجب عليك كجهاد عدوك فصل جديد الجهاد الأكبر روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا أصحابه قدمتم خير مقدم وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر مجاهدة العبد هوا وعنه صلى الله عليه وآله أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله تعالى وعنه صلى الله عليه وآله وقد سأله أبو ذر عن أفضل الجهاد قالا أن يجاهد الرجل نفسه وهواه واروي عنه صلى الله عليه وآله واروي عنه صلى الله عليه وآله أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه واروي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال نروي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله رأى بعض أصحابه منصرفا من بعث كان بعثه فيه وقد انصرف بشعطه وغبار سفره وسلاحه عليه يريد منزله فقال صلى الله عليه وآله انصرف من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فقيل له أو جهاد فوق الجهاد بالسيف قالا نعم جهاد المرء نفسه واروي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث سرية فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر قالا جهاد النفس وجاء أيضا عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل الجهاد جهاد النفس عن الهوى وفطامها عن لذات الدنيا وعنه عليه السلام آية المجاهدة أن يجاهد المرء نفسه وعنه عليه السلام اعلموا أن الجهاد الأكبر جهاد النفس فاشتغلوا بجهاد أنفسكم تسعدوه ورعن الإمام الباقر عليه السلام لا فضيلتك الجهاد ولا جهاد كمجاهدة الهوى فصل جديد ما ينبغي في مجاهدة النفس روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام جاهد نفسك على طاعة الله مجاهدة العدو عدوه وغالبها مغالبة الطد ضده فإن أقوى الناس من قوي على نفسه وعنه عليه السلام جاهد نفسك وحاسبها محاسبة الشريك شريكا وطالبها بحقوق الله مطالبة الخصم خصما وروي عن الإمام الصادق عليه السلام اجعل نفسك عدوا تجاهده وعارية تردها وإنك قد جعلت طبيب نفسك وعرفت آية الصحة وبين لك الداء ودللت على الدواء فانظر قيامك على نفسك فصل جديد المداومة على الجهاد جاء عن الله تعالى في حديث المعراج في صفة أهل الخير وأهل الآخرة قال تعالى يموت الناس مرة ويموت أحدهم في كل يوم سبعين مرة من مجاهدة أنفسهم ومخالفة هواهم والشيطان الذي يجري في عروقهم وجاء عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كفاك في مجاهدة نفسك ألا تزال أبدا لها مغالبا وعلى أهويتها محاربا وعنه عليه السلام املكوا أنفسكم بدوام جهادها فصل جديد ثمرة المجاهدة روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ردع النفس وجهادها عن أهويتها يرفع الدرجات ويضاعف الحسنات وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالمجاهدة يغلب سوء العادة وعنه صلى الله عليه وآله جاهدوا أهواءكم تملكوا أنفسكم وعنه صلى الله عليه وآله جاهدوا أنفسكم على شهواتكم تحل قلوبكم وعنه صلى الله عليه وآله جاهدوا أنفسكم بقلة الطعام والشراب تظلكم الملائكة ويفر عنكم الشيطان وروي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ثمرة المجاهدة قهر النفس وعنه عليه السلام جاهد شهوتك وغالب غضبك وخالف سوء عادتك تسك نفسك ويكمل عقلك وتستكمل ثواب ربك وعنه عليه السلام ألا وإن الجهات ثمن الجنة فمن جاهد نفسه ملكها وهي أكرم ثواب الله لمن عرفها وعنه عليه السلام إن مجاهدة النفس لتزمها عن المعاصي وتعصمها عن الردى وعنه عليه السلام بالمجاهدة صلاح النفس وعنه عليه السلام بمجاهدة النفس كمال الصلاح وعنه عليه السلام ذروة الغايات لا ينالها إلا ذو التهبيب والمجاهدات وعنه عليه السلام من جاهد نفسه أكمل التقى وعنه آآ شكرا